زاد الاهتمام في مصر مؤخراً بريادة الأعمال ولكن ظهرت مؤخراً مبادرات تحفز الشباب على الإبداع ليكون أساس ريادة الأعمال من أهم هذه المبادرات هو مشروع إناكتس الذي ينظم مسابقة دورية لشباب الجامعات المصرية منذ 2005 لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويتأهل الفائزون في المصابقة المحلية إلى مصابقة إناكتس الدولية التي يشارك فيها شباب من مختلف دول العالم لمعرفة المزيد حول هذه المصابقة معي أستاذة دونيا إبراهيم مسؤول التسويق والعلاقات العامة بمشروع إناكتس أهلاً وسهلاً بيكي وأيضاً أيمن أشرف نائب رئيس إناكتس أهلاً وسهلاً بيكي في البداية هو المشروع انتمام هو المشروع تاناً نحن بنعمل فوض صحية معمولة من ألياف الموز دي حاجة بتستخرج من لا ده ده المشروع أو ده جزء من البرنامج لأ خلينا يكون سؤالي أدق إيه هو برنامج إناكتس هنا اللي بتنفذه في مصر أو اللي انت مدير فيه نائب مدير هو إناكتس دي منظمة طلبية عالمية موجودة في أكتر من 36 دولة حوالين العالم موجودة منها في مصر في أكتر من 50 جامعة هي عبارة عن إيه؟ هي منظمة غير هدفة للربح كل اللي فيها طلاب بيعملوا ببساطة مشاريع أهدفها خدمة وتعامل المجتمع أن احنا نخدم الناس اللي عندها حاجات مختلفة في المجتمع بتاعنا ونوجه الربح اللي بيطلع من المشاريع دي للناس دي إيه إزاي بتحكموا على الأفكار والمشاريع المتقدمة؟ ليك أنت مثلا؟ تمام هو الفكرة أن احنا المشاريع بتاعتنا بتكون لها كريتيريا معينة أول حاجة لازم يكون عملنا حاجة اسمها إنتربلنيري الأكشن يعني إيه؟ بنعمل حاجة جديدة لازم يكون فيه في المشاريع الفكرة نفسها المتقدمة تكون جديدة تمام ده بعد ما بنجيب الفكرة هي بيكون فيها حاجة جديدة لازم نعمل إمبارمت بقى للناس اللي عندها نيد إنه الناس عندها مشاكل أو ناس بتعاني من أي حاجة لازم الفكرة الجديدة دي تكون بتخدم الناس دي عن طريق تلت حاجات حاجة سوشيلي إن إحنا لو هي مثلا الفئة دي معزولة إن الفئة اللي في النين دي معزولة عن المجتمع نرجع لنرجع لنمجتمع عن إحنا نشغلهم إن إحنا نخليهم مرتبطوا بالجماعات تانية يزهروا تاني للنوب بدلا ما هو ما كانوا منوعزين عن نفسهم إيكنوميكلي تاني حاجة إيكنوميكلي إن إحنا مثلا نوفّد لهم فرص عمل تمكنوا لهم اقتصاديا نمكنهم اقتصاديا اه إجتماعيا واقتصاديا وبقيا تاني حاجة اللي هي اقتصاديا دي دي ان احنا عن طريقه مثلا المشروع ده وفد لهم فرص عمل دخلت لهم مصدر الدخل ثابت رجع يعني سعيدهم بتاني في حياتهم اخر حاجة انفيرومنتري او نمكنهم بيئيا ان احنا المشروع اللي بنعمله ده ايا كانت فكرة جديدة او كويسة او اي حاجة لازم تماما ما تكونش بتضر بيقلق كمان هي بتساعده يعني مثلا على سبيل المثال مجموعة من الطلاب اللي فازوا بهذه الجائزة السنادي اللي هو مجموعة من الطلاب اشرفوا على مشروع لانتاج الفوض الصحية بقليلة التكاليف ازاي تم اختيار المشروع ده ليفوز بالجائزة او شمعنا المتحديدا ليه المشروع ده اللي فاز بالجائزة ليه المشروع ده علشان اعتقد يعني هو احنا مش بنكون عارفين بالزبط يعني بس هو يعني اكتر كان يمكن من اكتر مشاريع الانوفيتف اللي كانت معجودة لان هي كفكرة هي جديدة يعني حتى هيا في مصر هي جديدة بالنسبة للناس حوالينا فا اعتقد دي اهم حاجة لموضاع الانوفيتين في المشروع وانت أيمن انا شايف ان هي بجانب الانوفيشن زي ما دنيا كتت لسه بتقول بالزبط ان هي كمان بغضل نظر الانوفيتين دي فعلا تشكي لعليه ان هو كان ا 인�وفيتف بروژيك بس كمان هو فعلا حل مشكلة صريحة وموجودة في مجتمع مصري إن الستات اللي في الكرة النائية رول الفيليجز بقى في محافظات عموما ما بيقاش عندها أكسس للفوط الصحية أو يعني أي حاجة سنتري كده عموما فدي حل البرودك ده حل لهم المشكلة دي فهو بجانب إنه كان إنوفيشن هو حل كمان مشكلة صريحة فعمل إمباكت على عدد كبير من الناس زي ما بيقولوا الحاجة أم الاختراع إيه اللي جعل طلاب الجامع يتاجهوا لإنتاج فوط صحية أو يفكروا في الفكرة دي من واقع اللي حصل يعني من واقع التجربة تمام يعني فعلاً هو زي ما حاليك قلت الحاجة أم الاختراع هو الفكرة إن إحنا لما بنيجي في أول كل سنة بنكون هدفنا إن إحنا نعمل مشاريع جديدة عشان تتنفذ الكريتيرينا كنت لست أقولها عليها إن هي تتخدم الناس فعلاً فلقينا مشكلة موجودة في المجتمع المصري عموماً إن أغلب يعني تلتين الستات ده دي كانت تلتين الستات في الكرة النائية في مصر ما عندهاش أكسس أصلاً لفوط صحية يعني ما بتشوفش الفوط صحيح فإحنا لقينا ندي نيد واضحة وصريحة كمان حبنا نت يعني أنتوا الوجهتوا الطالبة ولا الطالبة هم اللي اتجهوا الاتجاه ده لأ إحنا اللي وجهناهم لما لقينا النيد دي كده أقولنا خلاص يبقى يا جماعة هي في مشكلة حطينا كده ده الستات منت بروبلم بتاعتنا دي في مشكلة هي إلا نفكر إزاي نحلها فكان عنا بقى نفكر بالتدريج بقى طيب إزاي هنحلها طيب هنوفر لهم فوط صحية تانية طيب ما تيجي نجرب إحنا نعمل فوط صحية فبالتدريج بقى قلنا طيب الفوط الصحية دي كون شكلها عامل إزاي طيب الناس اللي هناك دي حالتها اقتصادية إيه قليلة خلاص يبقى الفوط الصحية دي أول حاجة لازم تكون رخيصة طيب هنجيبها نعمل نصنعها منين لقينا إن إحنا عندنا إن إحنا لازم يكون الحاجة بتاعتنا إكينوم ما فيهاش أي حاجة مضرة للبيئة خلاص يبقى الفوط الصحية بتاعتنا مش هيكون فيها بلاستيك ولا هيكون فيها كيميكالس على عكس الفوط الصحية التانية بيكون تسانية كيميكالس متعكد أن نفياش كيميكالس نحنشوف أنت كامل كلامك فهو فقلنا طيب حطينا الفوطة بتاعتنا لازم تكون رخيصة مناسبة للستات اللي في الكرة وفي نفس الوقت ما فياش أي كيميكالس أو بلاستيك ده حتى الكوفر كمان مش الغاطة الخارجي مش مش بلاستيك ده قماش قماش ومش مكلف البلاستيك بيتكلف أكتر؟ آآ يعني أنا على ما قرأت لقيت إن هي حجب تكلفتها كلها تقريبا جنيه وشوية أو تسعين إشو حاجة كده هل كل ده بالرقم ده؟ تكلفتها علينا الفوطة الواحدة ستين قرش كمان ده تكلفت ده تكلفت الفوطة الواحدة بتتباع بقى المفروض من جنيه لجنيه وربع على حسب حالة الموضلة اللي تنزل فيها هم السعر ده أرخص سبعين في المية من سعر الفوط هناك ليه؟ لأن هم عندهم أصلا بقى مشكلة تانية خالص إن هم الفوط المشهورة مش بتوصل لهم بكميات كبيرة فلما بتكون هناك بتكون سعرها أغلى ما عندنا مثلا في القاهرة بكتير الفوط الواحدة ممكن تكون باثنين جين ونص أو ثلاثة لأنهم بيشتروا بالواحدة مش زي بالقاهرة أو زي المحافظات المدن المدن يعني مش بتكون لأنهم مش بنفس الكثرة فمسلا هناك تلاقي عادي التجار بيقولك طب هنا بس الوحيد اللي عندي فوص طب أنا عبيها الواحدة باثنين ونص أو ثلاثة كما سألت التسويق بقى بتسوقوا للمشروع ده في القرى والنجوع ازاي؟ يعني أكيد ده موجه لعينة معينة كان هو الموضوع فعلا كان في الأول أصلا الفكرة المشروع نفسها تخد كده والناس كانت لأول مرة حد بيسمع المشروع نفسه بيعود يفكروا إحنا ليه عملنا كده فإن إحنا أصلا نغنع الستات بيها دي كانت حاجة يعني كانت حاجة أصعب كتير بدأنا إن إحنا نعمل حمالات توعية للستات في المناطق دي بس حاجة كلها وليلي المنطقة مثلا نزلتوا منطقة كذا وكذا نزلنا عزبة الأهالي عزبة الأهالي دي كانت أول منطقة ننزل فيها نزلنا عملنا حملة توعية جبنا دكترز وسبيكرز بيتكلموا عن مثلا سرطان الثادي وعن النظافة الشخصية وكلام ده كانت طبعا الستات كلها وحتى المامبرز اللي كانوا بيحضروا الحاجات دي كانت بنات كلها من عندنا علشان الستات تفيل إن الموضوع يعني عادي تبقى مرتاحة وهي بتتكلموا يكونوا مرتاحين طبعا لأن الثقافة هناك موضوع عيب قوية بعد كده بدأنا إن إحنا نعرض عليهم البادز زي تاست كده فور فري لإنا إن فيه إقبال على الموضوع فبدأنا إن إحنا نبيع بتبعوه فين في السوبر ماركت في الصيدليات؟ بالأكشاك وفي الوحدات الصحية يعني فيه في الكرة ما بيقاش سوبر ماركت بالمعنى بالمعنى البلد بقلق ده بيكون في الأغلب يعني بنبعها في الأكشاك دي أو المحلات الزغيرة أو في الجماعيات الخيرية اللي إحنا بنتعامل معها حجم الإنتاج قدية أيضا؟ إحنا لحد دلوقتي مصنعين أكثر من 92 ألف فوطة صحية في ست محافظات ده يعني أفروه حجم إنتاج ممكن يكون أكثر دلوقتي يعني إحنا بالوقت بتزيد إيه المصنع اللي بيقى؟ يعني ديني صورة أوسع لأنه كل ما بسألك سؤال بحس إنه لقى في حاجة وراه بتنتجه فين؟ هو ماشي إحنا مثلا بننزل القرية اللي عندها نيد مثلا إحنا بدأنا بقى القرية اللي كان اسمها يزبط الأهالي دي قرية في محافظة اليوبية شخلنا هناك ستات عشان هما يعملوا الفوطة الصحية دي علمناهم إزاي يعملوا الفوطة الصحية إزاي عقاموها إزاي تطلع عشان ما تخلش بالستاندرد المعروفة للمنتج صحي زي ده فبنكلا بنكون يوفرنا لهم فرصة عمل يعني فمفروض بعد ما خلاص بعد ما هما بيتعلموا يبدأ برودكشن إحنا بنبدأ الدستربيوشن لبرودكش اللي بتطلع دي في المحلات اللي في القرية دي والكرة اللي حواليها بحس إن إحنا يعني أنت بتروح للقرية اللي عندها احتياجات بتبتدي تدربهم وبعد التدريب هما اللي بيعملوا خط الإنتاج بتاع المكان اللي هما بيشتغلوا فيه طيب الربح بقى بيروح للمين ماشي الربح يعني هو على طول بيروح دايريكت للستات ولو الجماعية الخيرية اللي إحنا بنتواصل معها إنت بتتواصل مع السيدات من خلال الجماعية الخيرية الموجودة بالمنطقة عشان كان زي ما دونيا بتقول إحنا كنا التواصل أصلا مع السيدات في الموضوع زي دا يعتبر عيب قوي هناك كنا محتاجين حد يكون مصدر ثقة يتكلم مع السيدات مع الموضوع دا يعني اللي بيفوز في المسابقة دي هو بيتأهل للمسابقة العالمية بتاعت إناكتس بقى في الورد كوب وبيبقى أيضا الجائزة اللي بيحصلوا عليها إذا صعدوا أو فازوا بإناكتس العالمية ساعتها بيكون فيه زي الورد مادي وطبعا اللقب نفسه يعني كفاية طيب إيه الأفكار التانية أو أبرز الأفكار اللي تمت تحقيقها خلال مشروع نكتس على مدار السراوات الماضية؟ لا أفكار كثيرة مثلا السنة دي كان فيه مشروع تاني بجانب مشروع الفئات الصحية أن احنا بنعمل إعادة تدوير لمخلفات الإلكترونية دا دي حاجة كده نوع مخلفات اللي هو بيطلع من الكمبيوترات والمبايلات والحاجات الإلكترونية كلها ما كانش عليه ما كانش ترند من آخر أن الترند كان ماشي في العالم كله اتجاه لا فيه خطر تاني من المخلفات الإلكترونية دي نها بتطلع مثل زي الرصاص والأصدير والزين كده بيضر البيئة والناس اللي حواليها بتطلع كمان إشعاعات على مدى طويل ممكن تسبب كنسر فإحنا كنا عملنا مشروع لنا هو هدفه إعادة تدوير المخلفات دي وخصوصا أن فيها كويسة جدا أن أصدى مخلفات دي بيقى فيها متر غالية جدا ممكن تطلع تستخدمها وتوفر ربح اللي يشتغلوا عليها زي الدهب والسيلفر بلاتينيوم بليديوم كل دي متر غالية جدا جدا موجودة في الإلكتروني كويسة دا ومخلفات الإلكترونية دي ده مثلا مشروع تشغلنا عليه السنة دي مشروعات السنة اللي فاتت عملنا ده بقى كنا بنعمل درغ لجلد السمك جلد السمك ده بيطلع تلاتين طن يوميا في مصر جلد السمك بيترمه أو بيتحرقه فإحنا كنا عملنا مشروع أن احنا ممكن نعالج جلد السمك ده ونتبغه وهو عنده كريتيريا قصدي عنده كاركتوريستك تخليه نافس الجلد البقري في المنتجات الجلدية زي الشنط والأحزمة وده المنتج ده موجود والمنتج ده موجود في جلد رس كتيرة دلوقتي بتعتمد عليه بتاخده منكو طيب هل هناك في السنوات الماضية اللي ناكتز داخلت فيها مصر هل حققت أي من المشروعات المتقدمة درجة على مستوى العالم أو دخلت في منافسة على مستوى العالم حصلت جايزة مثلا؟ هو إحنا يعني إحنا بيكون عشان إحنا طلاب كلنا طلاب فالمشروع عندنا مضيته بتبقى أقل من العادي لأن إحنا طبعا نسبة التغيير عندنا بتكون كتير في ناس بتتخرج وكده فكل هدفنا بيكون إن إحنا نعمل المشروع مشروع يقدر إن هو يساستين لوحده بنشوف حد يكون يقدر يعني يمسك هو المشروع من بعدنا وبنسلمه له ففي مشروع فعلا مشروع أطرف صناعية ده فعلا اتحقق وفي شركة معينة هي مسكة دلوقتي وهي طب صاحب الفكرة نفسه الشباب اللي بيعملوا الأفكار دي أو بيخترعوها بيروحوا فين هل أنا بتس بتوقف معاهم فيما بعد ولا بتمتهي العلاقة لغاية كده والولاد دول بيطلعوا يعني لو هو مهندس فبيطلع يشتغل مهندس مش بيكمل على فكرته يعني مش هو المسؤول على الإنتاج في مشروعه هو تمام هو الفكرة ان هو صاحب الفكرة دايما ما بيقى الشخص احنا بنكون يعني نعمل برينستورمين كده ده سيشنز برينستورمين كاملة بنعد نفكر مع بعض فممكن واحد يطلع بحاجة والتانية بحاجة تانية ونعد كل واحد يحط انبوت معين لحد ما نكون الفكرة معينة بس عموما يعني ايا كان واحد ولا عشر اللي قاله الفكرة التيم ده مسلا اللي بيبدأ بالفكرة وبينفذها هدفنا ان الفكرة دي ان المشروع ده يبقى ساستينبل في الاول ما يتنفس ده 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 قصدي بعد ما يتنفس بفترة يبقى ساستينبل فلو هيبقى ساستينبل لو واحد مننا بعد مثلا ما تخرج هو مسك المشروع وخلى ساستينبل بره عن ايناكتس ونفذه ومتنفسه على ارض الواقع خلاص تمام كده كويس او مش هو مش حد من تيم اصلا متع ايناكتس كل واحد تاني من بره خالص عجبته فكرة المشروع وقال لنا خلاص انا هكمل انا هاخد انا المشروع ده وهكمل تنتيزه طب الفايدة اللي بتعود على الطلاب ايه؟ فيه فايدة مادية بتعود على الطلاب من ده ولا؟ لا واحنا الفايدة اللي احنا متعلم احنا معناش فايدة مادية يعني احنا ما بنكسرش احنا اي حاجة بس احنا بنتعلم بنتعلم حاجة كتيرة جدا بفكرة اصلا انت تنفذ مشروع على ارض الواقع وانت لسه طالب بيرنجعلك بسكيلز ونوردج كتير وكتش ممكن تعدي عليك لو انت اكتفيت بسنين دراستك انت الحياة الاكاديمية بس شكرا ايمن شكرا دنيا وشكر لكم مشاهدين الكرام انتهت حلقة هذا الاسبوع من بطاقتي مصر بامكانكم مشاهدة الحلقة كاملة على صفحة برامجنا بي بي سي عربي ايضا يمكنكم قراءة المدونة الخاصة بهذه الحلقة على صفحة بي بي سي شكر لكم مرة اخرى والشكر لفريق العمل لكم تحياتي نسمة السعيد اشتركوا في القناة